اشتركوا في القناة في الاول عايزة اسألكوا اكتشفتوا موهبتكم ازاي يعني الموهبة دي عندك منو انتي صغيرة وابتديتي تنميها ولا اكتشفتها لما دخلت الجامعة نادا بصراحة انا ماكنش عارف ان انا بعرف امثل وكده بس هو الدكتور اكتشفني عن طريق ان انا بتكلم بطبيعي يعني طبيعتي عشان احنا اصلا بنعتمد في النسلسل اللي احنا بنمثله على الطبيعة فلما الدكتور جي قال لي انتي هتبقي على طبيعتك خالص كنت الاول في متوترة ومش عارف ايه وقلت لا ما عنديش موهبة وكده بس لقيت الدكتور اكتشف ان انا لأ في حاجة وبعرف امثل ومش عارف ايه فهي جات من كده طلع الجواكي بقى او بزرق جميل وبالنسبة له لي انا انا ما كنتش عارف انا بعرف امثل بس كنت من صغري بحب ابصي قصدي المراية كنت قادة اكلم نفسي بس بعد كده يعني كنت بتعادي تكلمي مع نفسك قدام المراية او ولا بتعملي يعني بتعملي مشاهد قدام المراية او او مع نفسك او فبس بعد كده لما الدكتور جي دهنا يعني فرصة اللي احنا نشوف نفسنا وموهبتنا او عملكو تستبقوا كده واكتشفت ان انتي تقدري تعملي ده على عرض الواقع وده طبعا اللي احنا قلناه برضو في اول حلقتنا في المقدمة الاولياء الامور لازم يكتشفوا مواهب اولادهم من بدري لان ساعات بيبقى جوانا حاجات واحنا مش عارفين ان هي جوانا مظبوط طيب دكتور احمد هدفك ايه من الاكاديمية ومن الشغل اللي حالتك بتعمله ده مع الشابين احنا نقدم مواهب ونكتشف مواهب بتاعتهم وندعمها يعني ما يكون حد عنده مواهبة ومش لقى الصبروط لي او مش لقى الطريق اعرف الطريق ازاي بناخد بيده ونحطه على اول الطريق بس بنحطه في طريق الصح يعني من وجهة نظرنا انه هو يكون بيه انه هارتا انت حضرك اتعود تفرج على مسلسل او هتفرج على فيلم الفيلم ده تخضي من وقتك ووقت بيتك ووقت أسرتك يبقى اولي ان انا لازم افيدك بيه وتخرجي مستفادة فاحنا ما حطنا دروس تفيد الناس من شكل اجتماعي موضوع اعلان وراسة ده كان فيه تحصل مشاكل في اي حالة وفاة من كل اسرة عشان خاطر تقسيم المراس حطنا في المسلسل ونقشناه موضوع الفيئات الاحتاجات الخاصة انه ممكن يكون عندك او عند اي حد من المشاهدين في البيت عنده الحالة ديه فبالتالي فيه ناس بتحاول بتواجه المجتمع وفيه ناس بتهرب المجتمع بيها بنبين انه لازم الخير ينتصر على الشر عن طريق الحالة اللي معنا في المسلسل يندمجوا معنا في المجتمع زيهم لما استخدمنا المؤشرات الريالتي يمكن هم اتنين انتصدموا كمان ومعاهم مديرا في الفقرة التالتة ان هم متخلين بقى ما يخشوا يمثلوا بقى هيبقى فيه كوافير وماكروا ستايلست ولبسوا مروكير هنشوفنا صور طبعا يريد المخرجنا ينزلنا نصور لما جينا نشتغل طلبت منهم ان هم يشتغلوا بطبعتهم زي ما بتعود في بيكو بتلبس في بيكو بتتكلم ازاي بتخصح منهم شكلك عامل ازاي احنا بنشوف في الدراما الناس بتموتوا بطلعوا في الروح وحاطين مروكيرهم الكاش كامل بنشوف ناس جايين اشحاتوا وجايين في المستشفات بعياتوا بيتخانقوا مش عارفين حاطين عاملين ميكوب كامل لكن احنا اشتغلنا الريالتي عشان يبقى فيه مصدقية واقعية واقعية للمشاهد عشان نخش نصدق المشاهد لدرجة ان احنا بيعمل مشاهد في الحلقة الاولى احنا صدقنا بعض ماينا عاديم نصدق بعض اما خلصنا تصوير اول حلقة بيعملين ماشيين في الشارع كلنا امتنعين يعني اللوها وفي ايه وحنا احنا احنا مين يعني احنا عبنة رويتو مش مصدقين ان انتو وخلاص مع كل واحد نعل صورة الواقع في حياته وتعامل بطبيعته احنا معنا الصور نزلة طبعا على الشيشة نادا بتشبه دي ما كنت بقى بسميك مليغ لا مش مليغ لا فاننا نعب لكامل اول مزار درك ايه في المسلسل ده هي المنجر في المسلسل كل رب حركة مسلسل بعنيا درك ايه في المسلسل انا المفروض ان انا اختهم اللي هي اللي في النص بس مسيطرة على الكل اللي هو مثلا من نظرة واحدة بيفهموني هو دايما الشخصية اللي في النص دي تبقى شخصية قوية ايه بالظبط من نظرة واحدة بالظبط يفهموا انا عاوز ايه اللي هو مش عاوز اتكلم كتير مش عاوز حد يجدلني كده فعملك راكتر كده مختلف وهي لانا دوريك ايه في المسلسل انا طيبة وغلبانة زي ما انت كده اه دور طيبة وغلبانة يعني دوريستال ببقى الهادي الغلبان لا الخير ممثل الخير في المسلسل اه احنا اصلا اول ناس نصور اصلا على تليفناتك الموبايلات اه نصور المسلسل كله بكاميرات الموبايلات عشان نكسر طب مين اللي بيصور يعني انتو زمائركم مع بعض ولا فيه ناس متخصصة برضو في التصوير انتو مع بعضكم يعني بتتعلموا كل حاجة مع بعض وبتبتدوا تنفذوها مع بعض المسلسل ما خرجش بره لدفع بتاعتهم كل الناس من الدفع بتاعتهم اللي بيزبط لنا الديكور بيزبط الإدارة المسلسل اللي بيقوم بالتصوير اللي هي منتج المسلسل اللي هيعمل الموسيقى تصويرية طالبها زمائلتهم اللي هيعمل ألحان وأشعار من زمائلهم عايزي بيزبط دفع كلها قدمت المسلسل ده جميل اللي هو العمل الجماعي طبعا بيطلع أحسن شغله وخصوصا لما بيكون فيه تناغم كده ما بين كل أطراف العمل صح؟ أستاذ أحمد طيب يعني عايزين نعرف برضو من حضرتك بيتقدم لك مجموعات كبيرة من الشباب والأطفال يعني لما ابتديت الموضوع لقيت فيه إقبال من أولياء الأمور إنهم يجيبوا أولادهم والشباب إنهم يلتحقوا بالأكاديمية في تشيلدن ستوديو طبعا طبعا لقيت كل واحد ابنه عنده موهبة أو ما عندهش موهبة وحاس إن ابنه هو نجم الإعلام القادم ولكن بختار يعني فيه طفل بيبقى بيين آه ما نكون أخبرتك فيه شروط معينة لا هو ما فيه شروط الأول أنا بحطه في الفترة الأولى فيه أطفال بيبقى بيين عارف هي راحة فينه جاي منين وفيه طفل بيجاي لي مثلا جاي مثل أنا شايفه مخرج فيه واحد تاني بيبقى جايلي مثلا عايز يبقى موزيع أنا شايفه ينفع مدير تصوير وبعد كده فيه فترة تأهلية لبعض الناس اللي أنا مش شايف فيها الموهبة ها هيتقبل ولا غير ولا مش هيتقبل يعني تجيله فرصته برضو آه بل طبعا لازم لازم طبعا فرصة وتدريب يعني مش كابت فيه تدريبية بتجيل من راحة ده وفيه ناس بيبقى يعني كل قليلة من اللي احنا اخترناهم برضو بيبقى عندنا يعني شبه بصيرة كده في اختيار الناس بنبدأ بقى فيه ناس بنحاول يعني نقول لهم نشوفوا مجال تاني يعني بقى لحب رياضة نعملوا اي حاجة من دي يعني برضو بتحاول ان انت توضح له من الرؤية بمنتهى الشبهية والوضوح طبعا علشان برضو مهم جدا النقطة دي في حاجة بنلاقي كتير يا أستاذ أحمد يعني أولياء أمور أو حتى المجتمع اللي حوالينا يفضل يشجعك في مجال معين وانت لا تصلح لي يعني حد يصوته مش حل ومسلا يقول له يا ده صوتك جميل وكمل فالشخص نفسه بياخد يعني ثقة في المجال ده وهو لا يصلح لي وبالتالي بيفضل متخيل أو ان هو يقدر يكمل فيه وللأسف بيبقى الناس اللي حواليه بتجمله فالحضرتك بتعمله ده افضل شيء ان انت تبدأ توجه الولد أو البنت للحاجة فعلا اللي هو يصلح ليها ولو ما يصلحش للمجال بتاع حضرتك بتحاول انه انت يعني يدخلوا مجال هو يقدر يمشي فيه ويتميز فيه ودي حاجة طبعا يعني قلة اللي بيعملوها بيبقى الهدف الاول والاخير الماديات وانه يبقى معايا عدد كبير واشتراكات وبالتالي ما بقاش حاطت للموضوع ده اهمية فطبعا بحقي حضرتك فعلا على الطريق اللي حضرتك واخده وانك فعلا عايز تقدم مواهب حقيقية ويكونوا فعلا هم يستحقوا انهم يمشوا في المجال ده طيب بتلاقي بقى من الاطفال يعني استيعاب سريع زي الشباب ولا الشباب اكتر يعني عرفني برضو لا بصراحة الاطفال الاطفال الشباب عندهم مشاريعهم الحياتية والاجتماعية فبنلاقيهم مشغولين فيها برضو هذا جزء من اهتماماتهم اما الاطفال بيبقوا عاديين متفرغين بيتقبل مني اي حاجة بيقوله عليها الخامة بيضع بيستقبل مني اي حاجة هل في نمازج من المع حضرتك فعلا ابتدت تشترك في اعمال معروفة او مع نجوم كبار اه عندنا دلوقتي فيه مزيعة في التلفزيون المصري عندنا فيه اربع مشترق بينتجوا فيه برنامج في التلفزيون المصري بيونتج في الفضايا المصرية بيقدموه عندي اتنين ممثلين مشهورين جدا فيه واحد منهم مفيش مسلسل بيخشه الزعيم عاد المامي اللي ما بياخده معاه اه الولد صغير اه وفيه اتنين بقى كراكتر كمان مقدمهم بعدي كمان يعني عندي ياسين وعندي خديجة الاتنين برضو مقدمهم السنادي ان شاء الله للسؤول مصري ما شاء الله ما شاء الله ده يعني بصراحة شغل جميل جدا واحنا بندعو كل اب وام انه هم يتواصلوا معنا علشان الولادهم عندهم مواهب وحابين انهم يلتحقوا بالاكاديمية طيب بالنسبة للبنات الشغل بتاعكم ده ما بيعطلكوش عن الدراسة قادرين توفقوا بقى ما بين ده عشان حابين الحاجة اه عشان حابين الحاجة علي ستك شوية هيلان طيب انتو هل كان ليكم مواهب تانية غير التمثيل قبل كده يعني هل كنتوا بتملسوا رياضة ترسموا اي مواهب اخرى والله انا كنت مسلت قبل كده في مشرحية وجدت صدفة برضو اللي هو عادي في الكلية برضو لا 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 برد كلية اه كان مع مخرج اسمه نادر جلال نادر جمال ده عملت مع مشرحية واحدة وبردو ما كنتش يعني ما كنتش حطا ما كنتش مقتنعة بنفسك قوي لا بالعكس يعني عجب الناس والحمد لله لقيت ان في الناس عارفاني حتى من الجمهور كنت بطلع عارفين اسمي بس اسم الكاركتر اللي انا كنت بلعبه اي ده حاجة حلوة برضو ان انت تتعارفي باسم الكاركتر اللي انت بتعمليه ده حاجة حلوة او في ناس كتير قوي بتقول لي بتقول لي بالاسم ده الحد دلوقتي يعني ما بيقولوش ينا ده خالص جميل كان اسمك ايه بقى؟ اسمي فضيحة فضيحة؟ اسم الفضيحة؟ دي كانت ضر عبارة عن ايه؟ كنت طالع المفروض ان انا تشغالة رقوسة بس مش برقوس انا طالع فيه موزيعة مصطدفون اه بس اه يعني كان لقاع حوار ما بينكم وبين الموزيعة وكان معي اللبيز بتاعي بقى مش عايف ايه وكده اه فكان كلها كوميدي فبرضو كان كاركتر مختلفة اه بالزبط حاجة ما تعودش عليها وحاجة ما عملتهاش قبل كده طب كانت هواياتكو ايه وانتو اطفال؟ يعني انا عايز اعرف برضو مهتمين بس بالدراسة وبنذاكر وبنروح المدرسة وبنيجي وكده وبس ما كانش فيه اي يعني وقت الفرق وتبتقضوف ايه؟ كنت بتفرج على المتشاط بتحبي الكورة؟ وينت يا هيلانا؟ لا مقتش بها من حاجة كنت اصلا من صورة كنت عايز اطلع اعلامية اه يعني من وينت صغيرة وانت عندك الحتة دي وطب فيه ده من المرازم مقتننا اه حتى قبل التمثيل مثلا حتى ادخل كده لأ انا عايزة بقى اعلامية اه 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 نورتوني في فقرتنا التانية النهاردة وبتمنى لكم كل التوفيق اه مشاهدين الاعزاء هنطلع فاصل صغير ونرجع مع فقرتنا التالتة في برنامجنا وشباب متميز في مجال السينما موسيقى اشتركوا في القناة